السبب الرئيسي اللي خلينا نلعب ألعاب الفيديو هو إننا نتسلى ونغير جو إذا كان عنا يوم سيء بس لأسف ممكن تصير معنا ببعض المواقف ونحن قاعدين نلعب تغرب هالشي كله مواقف تخلينا ننجهر من ألعاب الفيديو أكتر ما ننبسط فيها فإيه هل هنتكلم عنه بهالفيديو؟ بهالفيديو رح جيب لكم أكتر عشر مواقف تجهر اللعبين فيلا خلا نبدأ قبل لبدأ الفيديو بسحب أعلن عن الفائز بجيفوي الشهر الماضي على شاشة الألعاب من بينكيو وأعلن عن الجيفوي الجديد فإذا ما يهمك الموضوع شيء أول تعليق رح تلاقي فيه وقت بداية الفيديو الجيفوي كان على هالفيديو هين خطرت الفائز من الفيديو الثاني عشرة ألعاب فيديو قتلة لعبينها كان فيه فوق 8000 تعليق أي فوق 8000 مشارك بالجيفوي والفائز معنا هو نور علي إن شاء الله ألف مبروك رح تتواصل معك قريبا الشركة على الإيميل ليرسول لك الشاشة وهالفيديو برعاية هايبر اكس وفيه جيفوي منهم واذا ملاحظين أن صوتي بهالفيديو أفضل من فيديوهات السابقة فكل الشكر لهايبر اكس أرسدوا لي مايكروفون هايبر اكس كواد كاست مايكروفون يو اس بي جدا خرافي فينك تستعمله للجيمينك توصله على البلايك ستيشن أو الأكس بوكس أو البي سي أو تستعمله لتسوي فيديوهات نفس اللي قاعد تسويه حاليا مايكروفون صوته جدا جيد وشكله جدا أنيق متن مشايفين فيه كتير أشياء خرافية أولا بيجي معه ستاند وشاك مونت فما في داعي تشري هالأشياء من بره مايكروفون إلو أربع مودات للصوت فينك تغير بينهم عراحتك فينك تتحكم بعلو صوتك وفينك توصل فيه سماعة واكتر شي أعجبني بالمايكروفون إنه فينك تكتم الصوت أو تعمل ميوت عن طريق اللمس من فوق متن مشايفين واللي ميزة هو سعره سعره أخل من 150 دولار أو ما يقارب 500 درهم أو ريال سعودي والشي الثاني نوصل لي هو سماعة HyperX Cloud Alpha S هالسماعة جدا رهيبة بالذات لما تشوف سعرها أول شي السماعة نفسها ما تحسها مبنية من مواد رخيصة أو بلاستيك لا تحس معظمها حديد وشي جدا بيين إنه كواليتي عالي نظام الصوت فيها محيطي 7.1 وشي الحلو إن السماعة تكتم أي صوت خارجي لما تلبسها فينك توصل السماعة بشكل دايركت على موبايلك على إيد البلاي ستيشن أو على اللابتوب أو البيسي أو فينك توصلها عن طريق وسط الـ USB الموجودة مع السماعة اللي رح تسمح لك تتحكم بكل شي بالسماعة تقدر تعلي أو توطي الصوت منها تقدر تعلي صوت اللعبة أو تعلي صوت الكلام إذا معاك ناس وتقدر تشغل أو تسكر النظام المحيطي 7.1 لمعلومات أكتر عن المايكروفون والسماعة شيك أول لينكات موجودة بالوصف ومن فترة شركة HyperX بعتولي كتير أغراض سويت عنهم فيديو بعض هالأغراض عم بيستعملها بشكل يومي نفس الماوس باد الكيبورد والهيدفون وبعض الأغراض بكل صراحة ما استعملتها كنت ناوي أستعملها بعدين نفس سماعة HyperX الوارلس المخصصة للجيمينج وماوس مخصص للجيمينج من HyperX فبما أنه وصلتني هالأغراض الجيدة ما رأى أحتاج الأغراض القديمة اللي لسه ما فتحتها فالجيمينج عليهم الجيمينج على سماعة Gaming Wireless من HyperX وماوس جيمينج إذا حاب تشارك بالجيمينج كلها عليك تسويه ادعا الفيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق في حسابك على انستغرام تويتر أو حتى إيميلك عشان لو فس أقدر توصل فيه معك ويلا خلا نبدأ بالفيديو بالمرتبة العاشرة من الأشياء اللي تقهر اللاعبين هو أنك تشوف شخص قاعد يمسك سيدي أو شريط البلاي ستيشن بهالشكل متأكد كلكم مرضيتوا بهاللحظة شفت حد من أهلك ماسك شريط البلاي ستيشن اللي سعره 200 درام أو ريال تقريبا ماسكه بهالشكل أو تكون ناسي اللي شريط على طاولة ويحطوا فوقه أغراض أو شيء من هالكلام شيء يقهر شيء جدا يقهر الحين أدري حاليا معظم الألعاب صارت تحميل سواء على البلاي ستيشن بي سي أو حتى الموبايل كلها تحميل يعني إنسيديات شوي شوي قاعدة تنقرد عشان هيك حطيت هالشيء بالمرتبة العاشرة إنه الشيء ما قاعد يصير حاليا بس متأكد أنه صار لكم بالماضي والمرتبة التاسعة من الأشياء اللي تقهر اللاعبين هو أنك تشوف شخص قاعد يسب لعبة قديمة ما أدري ليش بس نحنا اللاعبين عنا نوعا ما تقديس للألعاب القديمة فعليا نروح لعند أي واحد يلعب أي لعبة مثلا واحد قاعد يلعب كولف جيتي روح عنده وسب كولف جيتي لش جيدة رح يقلك إيه والله ويسب معاك وما في أي مشكلة بس حاول تسب لعبة كولف جيتي قديمة قدامة رح ينفجر عليك نفس الشيء مع شخص يلعب فيفا إيه فيفا أنا مثلكم مستغرب بس من الجديد قاعد أشوف أنه لعبين فيفا عندهم ألعاب فيفا قديمة هي الخرافية أظن فيفا 2012 أو 2014 كان عندهم أفضل جزء فيفا ما أنا بالنسبة لي يعني أشوف كله نفس الشيء بس يعني عندهم جزء قديم أبدا لا تسبه هو الشيء الخرافي نفس الشيء مع سلسل ألعاب تلفيل دارك سول فالاوت ومئات الألعاب غيرها دائما بس تشوف أي شخص يلعب أي شيء من هالألعاب رح تلاقي عنده الألعاب القديمة هي أحسن شيء ويا ويلك لو سبيت أي لعبة قديمة قدامه بالمرتبة الثامنة شخص مفكر حاله أنه قاعد يسوي شيء يلفط النظر أو يخلي باقي اللعبين يحبوه بس العكس اللي قاعد يصير وهو الشخص اللي يشتري مشتريات بشكل جدا كبير جوال لعب الشخص تفوت معاه مثلا خلنا نقول بفورتنايت أو ببجي تلاقي عنده أفضل سكن أفضل ركسة أفضل لون سلاح وأي سكن جديد ينزل أو ركسة أو أي شيء تلاقي على طول اشترى أول واحد يفكر هاي الشيء يعني رح يلفط نظر الناس بس أدري عدد جدا كبير من الناس بكرهوا هالنوع من الأشخاص بالمختصر الشخص اللي بيدفع كل فلوسه على الميكرو ترانزاكشن أو المشتريات جوالألعاب يفكر حاله أنا عبيل فط النظر بس أدري إنه عدد جدا كبير من الناس بكره هالنوع من اللعبين مو لنا والله مجهورين منه إنه إيه غني وأنا ما عندي فلوس لا بس تحسه نوعا ما يعني شخص مستهتر أو عنده نوعا ما تبذير وبالحقيقة الحقيقة لما تشوف أي شخص يعني يشيلك من الألعاب أي شخص مستهتر بفلوسه أو مبذر سبحان الله هيك بدون سبب تكره هالشخص نوعا ما بالمرتبة السابعة الشخص اللي علمك كيف تلعب هذا من جد يقهر من جد جدا يقهر سواء إذا كنت قاعد تلعب مع أخوك مع أصحابك بنفس المكان وإنت قاعد تلعب والصاحبك قاعد يشوف أو أخوك يقول لك لا لا روح اليمين لا لا روح اليسار خد هذا السلاح اطلع من هذا الدرج لا انزل هنا طب يا أخوي مو كني أنا اللي قاعد ألعب يعني لو سباح تخليني أسوي الشيء اللي أبي خلاص بس يجي دورك سوي لي تبيه دائما في شخص لازم يقول لك شو تسوي مو بس إذا الشخص قاعد معاك بنفس الغرفة حتى أونلاين خلنا تقول عن تلعب بوب جي أو فورتنايت وأصحابك ميتين وأنت أخر واحد عايش أو كورو ديوتي سيرش اندستروي كل أصحابك ميتين وأنت الوحيد عايش لازم يطلع لك هالشخص اللي يقول لك شو تسوي أخذ هذا السلاح لأ أهرب هنا ودائما هذا الشخص يتسبب بيموتك وما يسوي أي فائدة هو يفكر حال أنه قاعد ينصحك قاعد يفيدك عشان تفوز بس القاعد يسويه هو العكس تماما أنت لما تكون آخر واحد تبي تكون مركز تبي ما تتشتت ويجيك هذا الشخص لأ روح هنا روح هنا تتشتت وتموت بالأخير وأنا بينه بين أصحابي عنا مقولة مشهورة نوعا ما لما يكون قاعدين نلعب ولكل ميت وواحد عايش وشخص قاعد يتفلسف عليه قلعه شو يسوي الشخص دايما يقول له اسمع شو رايك يسوي شير بلاي وانت تجي وتكمل عني لعب لما يدري في البلاي سيشين فور في خاصية اسمه شير بلاي تخلي صاحبك يلعب عنك فدايما أي واحد يتفلسف قلعه لا لا خلاص خلاص اسكت تعال إلعب بدالي لا والله إلعب بدالي كمل عني بالمرتبة السادسة هي التحديثات الضخمة أو الوان داي باتش مدرش شركات مفاكرينا إنه عايشين فوق سيرفر الإنترنت كل واحد عنده سراعة الإنترنت 1 جيجا الشركات الألعاب الفترة الأخيرة عم بيعملوا تحديثات ضخمة على سبيل المثال آخر سنة كولوف جيتي بلاكوبس 4 تقريبا كل شهر أبديت وكل أبديت مساحته فوق العشرة جيجا السلامات مو لكل عنده إنترنت سريع خلنا نقول معظم الناس عندهم إنترنت متوسط لو سراعة بين 5 إلى 10 فكل تحديث 10 جيجا رح ياخد منك 5-6 ساعات وحتى لو عندك إنترنت خرافي على البلاي ستيشن مثلا وسويت تحديث سريع على البلاي ستيشن والإكس بوكس في شغلة اللي اسمه كوبينج اللي هي بعد ما تسوي التحديث لازم النظام يستقبل التحديث فتاخد منك ساعة على الأقل وغير هات كلها فيه الوان داي باتش الوان داي باتش شي جدا يقهم لو أنك تشتري لعبة وصي دي وخلاص بتحمس تفوت يقول لك إيه فيه تحديث 50 جيجا لازم تسويه عشان تلعب طب أنا ليش شاري اللعبة سيدي إذا رح تعطوني إنه فيه تحديث 50 جيجا فللأسف هالشي جدا يقهر بالفترة الأخيرة التحديثات الضخمة شركات الألعاب خلاص قبل كان يهمهم نوعا ما إنه لأ رح نسوي تحديث نحاول نصغر حجمه عشان اللعبين بس الحين بطلهمهم خلاص تحديث 10 جيجا ورا تحديث 10 جيجا كل أسبوع أسبوعين أبديت فللأسف حاليا لازم يكون عندك نت سريع ومساحة تخزينية جدا كبيرة عشان تلعب براحة بالمرتبة الخامسة شي ما يقهر كل اللعبين بس يقهر الهاردكور غيمرز أو اللعبين اللي ماخدين اللعب بشكل جدي زيادة على اللزوم وهالشي هو لعبين الموبايل أو شخص اللي مايلعب إلا على الموبايل فعليا أدري معظمكم مستغرب وعدد جدا كبير منكم مايلعب إلا على الموبايل بس روحوا لعند أي وحد هاردكور غيمرز أو أي جماعة اللعبين بشكل جدا جدي وقلهم أنا موبايل جيمر أو ملعب إلي على الموبايل رح يطلوا عليك بنظرات استحقار نوعا ما صراحة ما أدري ليش هالشي موجود بس تقولي موجود مم صدقيني روح على جوجل اكتبوا موبايل جيمرز وبعدها كلمة ردت ورح تلاقوا بردت ناشرين كتير ميمز ومسخرة عالشخص يلعبوا على الموبايل بس أظن التفسير المنطقي الوحيد اللي لقيته هو أنه يعني الهاردكور جيمرز لقيه جايب باني بي سي بعشر تالاف ريال دافع كله فلوس عمره عليه جايب لك شاشة جيميك ما فيها إلا وين ميلي سكن تأخير وماوس ميكانيكي ومااخد اللعب شكل جدا جدي ومفتخر إنه اسمه جيمر وبعدين يلاقي واحد مايلعب إلا على الموبايل ومسمي حاله جيمر يقول بالله أنا وأنت جيمرز أنا كل يلي سويته وأنت بس بشقفة البلاستيك اللي في إيدك تسمي حاله جيمر أظن هالسبب أنا الحمد لله مو من النوع من الناس ألعب على الموبايل ألعب على كل أجهزة بس أدري عدد جدا كبير يستحقر لعبين الموبايل بالمرثبة الرابعة شي يجهر بشكل جدا كبير ويجهرني أنا بشكل شخصي والهو إنه بعد ما تختم لعبة طويلة وتخلصها وفرحان بعد ما تختمها يعطوك سلاح خرافي وعدد كبير من ألعاب تسوي هالشي بعد ما تختم اللعبة يعطوك سلاح أو بي أو درع خرافي طب أنا شو رح استفيد أنا خلاص ختمت اللعبة ليش تعطوني هالسلاح حاليا يعطوني هالسلاح في آخر ميشن في آخر ربع من اللعبة خلوني ألعب فيه أتسلم فيه مو لما أخلص اللعبة أظن بيعطوك السلاح الخرافي عشان الناس اللي بدهم يختموا اللعبة مرة تانية بس مو كل اللعبين رح يختموا اللعبة مرتين أقال من نص اللعبين بيختموا اللعبة مرتين فيعني مفروض السلاح أكبر عدد من الناس يلعبوه مو الناس اللي بدهم يختموا مرة تانية فيه لأسف فيه كتير ألعاب تختيم يعطوك شيء خرافي بعد ما تختم اللعب بالمرتبة الثالثة الـ Pre-Order Bonus وهي الشيء جدا يجهر ومنتشر حاليا بكل الألعاب اللي هو أن تشوف إعلان لعبة ويقولولك سوي Pre-Order وخذها المحتوى الإضافي جوه اللعبة طيب أنا لعبة لسه ما لعبتها ما أدري لعبتكم حلوة ولا فاشلة وتقولولي أسوي Pre-Order وأدفع سعرها قبل نزول اللعبة بسنة عشان أخذ محتوى إضافي جوه لعبة أنا ما أعرف أي شيء عنها الحين متفهم أنه بعض الأشخاص يلعب لعبة كل سنة في سكولوف جيتي أو فيفو متأكد رح يلعبها كل سنة في أعمل Pre-Order ويأخذ محتوى إضافي ومتفهم هالشيء نوعا ما بس تلاقي لعبة جديدة ما لها عجزة قبل وحطين لها إعلان وكاتبين منهاية الإعلان سوي Pre-Order وخذ خريطة المدري إيش طب أنا ما أعرف شو لعبتكم حتى أعمل Pre-Order خلوني أشتريها ألعبها ولو حبيتها بعدين أشتري المحتوى إضافي ما في أي مشكلة بس لأ عادة المحتوى اللي يجيك بال Pre-Order خلاص لو ما عملت Pre-Order ما رح يجيك بعدين ما رح ينزل خلاص راح عليك للأبد والشيء المحزن أنه 90% من شركات الألعاب حاليا قاعدين يمشوا على هالنظام بالمرتبة الثانية الشيء أظن كلكم صار معاه بدون استثناء وكلكم انقهر من هالشيء واللي هو أنه لما تيجي الوالدة أو الوالد الله يحفظهم يقولك وقف اللعبة وتعال وتكون قاعد تلعب لعبة أونلاين قاعد تلعب PUBG أو Fortnite أو أي لعبة أونلاين وانت من آخر الناس عايشين وما فينك توقفها ويجي حد من أهلك يقولك الحين بتسكر اللعبة وبتيجي طب يا أمي والله ما أقدر أوقف أنا من آخر عشر أشخاص عايشين وذابع عشرة وعندي أحلى الأسلحة وما أقدر أوقف لعبة أونلاين مستحيل يتفهم والحين تسكر اللعبة العين بتجي بس عشر دقائق ما في جدا صعب أنه يتفهموا الأهل وأهلك ينادوك وتقولهم ما أقدر أوقف اللعبة أونلاين لازم بعدها يكون في محاضرة عن أنه كيف أنت صاير مدمن ألعاب وكيف الألعاب قاعد تضرب عقلك بس لو نادوك وقمت على طول بدون ما تقولهم أنه لعبة أونلاين وما أقدر أوقفها سبحان الله ما رح تسمعها المحاضرة أنه كيف الألعاب مأثر عليك بس لو قلت لهم أنه لعبة أونلاين وكذا لازم تسمع محاضرة من بعد هالموقف لا لا يمكن في محاضرة المحاضرة أم؟ أم؟ لذي محاضرة بجاء أم؟ لا تهمين أم؟ لم يتبقى انا اتبعي بالتجارة الان انا اتبعي بالتجارة الان لا اتبعي بالتجارة ما تفعله انه الوقت 2020 الى الان بالشرق الاوسط ما عنا حل كامل لهالشي معظم الالعاب ما فيها سيرفرات للشرق الاوسط نشوف عنا البنك فوق المية ندخل ضد اجانب عندهم البنك عشرة وعشرين لأ واشتكوا الاجانب تلاقي الاجنبي عنده بينك عشرة او عشرين ببب جي فورتنايت او كورف جيتي واشتكي ونحن لو عنا بينك اقل من 100 تلاقيه عيد خلاص فرحانين البنك عند اليوم اقل من 100 للأسف مادري ليش هالمشكلة الى الان موجودة يعني بسرق الاوسط متأكد فينهم يبنوا سيرفرات بس مادري شركات الالعاب ما قاعدة تسوي هالشي فان شاء الله مشكلة السيرفرات واللاك تنحل قريبا باي شباب هالفذ اليوم اتمنى ان اعجبكم اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك اذا اعجبكم وشاركونا بالتعليقات فكرة فيديو التوبتين القادم اكتر فكرة رح يجع عليها لايكات رح اختارها على الفيديو القادم وحط التعليق وبس كان معكم شركيات شركيات كيش كم بديها التاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة